موسيقى 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 على الأقل يجب أن يحبط ثلاثة دراهم لكي يجب أن يحبط هذا الهاشتاك جمعت طلق التخوف دينا هي أن يكون هذا الهاشتاك فقط فقع من أجل إسكات بعض الأصوات لأننا عارفين أن السوق سنخفض السؤالي كان طرحونا داخل الجمعية وهي ماذا ستفعل الحكومة ليس حين تنزل أسعار البترول لكن حين ترتفع لأن هناك تخوفات في شهر سبتمبر وشهر أكتوبر أن يمكن تمند البترول حق الميتين دولار البريد إلا استمرت الحرب الأوكرانية وارتصامر الطلب على الغاز والبترول يمكن أن يرتفع هذه الحكومة أش نكدير في حالة ما إلا ارتفع ثمن دي البترول ليس نكدير في حالة ما لنخفض إذن هذا هو الهاشتاك الول هاشتاك تاني أطلع لأن الحكومة دي الأخنوش منذ الصعود دي لها كان قصد طرحل على اعتبارنا لم تقدم شيئا قدمت فقط شعارات إلا رجاء نحتقى لهذه المئة التوصيل التي كان يتحدث عنها أخنوش لأنه أول ما يصل خلال المئة يوم سيحقق مجموعة دي الحويج علينا أن نسأل ماذا حققه منذ وصوله دي أسد الحكومة إلى الآن ليس هناك أي شيء هناك فقط شعارات وتدوير الكلام أن حتى بعض الملفات البسيطة التي كانت تحتاج لمعالجة دي لها فقط قرار سياسي واضح مثلا الآن هناك حديث حول منظومة صحية جديدة وهناك تغيير كبير في منظومة صحية سؤال بسيط على أن الحكومة وعدت أن أتطبق الخمسمية وتسعود فيما يتعلق بلي صالير دي الميتسان حتى الآن أين وصلت الحكومة نفسها كانت قالت على أن مآن نهاية السنة ستكون أنهت على الأقل لصالير دي الميتسان في الخمسمية وتسعود حتى الآن تقريبا سيأتي الصيف ونبعد الصيف في سبتمبر الآن هناك حديث لأن هناك بعض زيادات لغدار وإعادة المنظومة الصحية ككل كيف لنا أن نعيد نظر في المنظومة الصحية ككل ونحن لا يمكننا أن نضبق قرار بسيط المدخل لإصلاع على الأقل في الجانب الطبي أو فيما يتعلق بالقطع الطبي أو الأطباء اللي كان في القطاع العام والتطبيق دي الميتسان في الخمسمية وتسعود بأثر رجعي كذلك هناك مجموعة دي الأطباء اللي دوزوا الكون كوردو جراد الآن البروموسيون دي الـ 2020 و2021 ونبدأ دي الـ 2022 ما تخلصوش إذن هناك فرق بالهدران قد نقول غادي ندير غادي ندير وما بالأبليكاسيون سيرلوتين اللي كتمر عن طريق المالية حتى الآن هناك فقط حديث بعيد لما هو الميزانية اللي يمكن تعكس هذا هو جد نظر دي للحكومة شكرا